استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان برمحمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم في دارة الدكتور سلطان القاسمي وفدا بيئيا من سلطانة عمان يرافقهم سعادة الدكتور خالد الجرادي سفير سلطانة عمان لدى الدولة وتبادل سموه والوفد العماني لحادثة ذات الاهتمام المشترك في الشأن البيئي وأهمية المحافظة على التنوع الحيوي للبيئات المختلفة في المنطقة من خلال المبادرات والبرامج التوعوية التي تؤكد دور المجتمع الهام في المحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية ووضع تشريعات القانونية الملائمة في حماية المناطق البيئية الحيوية وتطرق اللقاء إلى الجوانب التاريخية العريقة لسلطانة عمان والعلاقة الوضيدة المتأصلة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطانة عمان إضافة إلى جهود صاحب السمو حاكم الشارقة في جمع الكثير من الوثائق والمخطوطات التاريخية لسلطانة عمان وحرصه على توثيقها ضمن أعماله التاريخية وتجول سموه الوفد الزائر في أروقة دارة الدكتور سلطان القاسمي حيث اطلعوا على أبرز ما تضمه الدارة من محتويات تاريخية ووثائق ومخطوطات هامة حول التاريخ العربي وتاريخ الخليج إضافة إلى قاعة الأوسمة والهدايا التذكارية التي تلقاها صاحب السمو حاكم الشارقة من مختلف رؤساء الدول والمنظمات والجامعات العالمية حضر اللقاء كل من الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم وأسعادة هنا السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية وأسعادة علي المري رئيس دارة الدكتور سلطان القاسمي